اشتركوا في القناة يبقى شوف ايران بتعلم الدرس اختلف بقى واتفق من انا والصبح ما انتعرف ان انا مختلف معاهم يعني رئيس ايران في الرياض الولايات المتحدة طبت المفعول جميع المنظمات الدولية الرئيس الايراني على الدول الاسلامية تسليح الشعب الفلسطيني شوفوا جدعاني دي دي الجاملة الوحيدة اللي تطلع منها بالقمة الزرايب العربية اللي كانت في ايران النهاردة كلمة مين رئيس ايران على الامة الاسلامية والعربية تسليح الشعب الفلسطيني ده رئيس ايران بيقول انه تسليح لرئيس ايران لا يستطيع لا سيسي ولا بيسي ولا ابن سلموكة ولا ابن زيدوكة ولا ابن بتنجانوكة ولا حمد ولا اردوغان جاروة ان هو يقول التسليح ده ايران قالته علينا جميعا ان نسلح الشعب الفلسطيني تسليح قوي ووصف الحركة قال لك ايه الحل المستدم هو اقام الدولة فلسطينية من البحر للنهر معنى الكلمة البحر بالنهر دي ان هو بيبطل وجود دولة الاحتلال ودي في امريكا لها دلالات من اقوى كلمات اللي حصل النهاردة كانت كلمة ايراني الرئيس الايراني مرور الوقت لا يفيد الشرعية وعلينا التصدي الاحتلال والحل هو المقاومة الرئيس الايراني اذا لم يصفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك لخيبة امن لدى الشعوب الاسلامية انا عايز بس اوليك دارس شوف ايران يعني مستقلة عن العالم كله وبتعمل ايه عاملة مصيرات فاشخة وعملة ماشية في النووي وطلع الوحيدة اللي قالت كلمة ليه لانها امتلكت قوة لانها حتى لو كانت في بداية الطريق لكنها تستشعر القوة فتحدثت بهذه القوة اذا هذا العالم لا يحترم الا القوة والله يا ابني ما هتلاقي حد يولي الكلام اشتركوا في القناة